مرحبا، سنة 1904 تعرف أنطوان صاصي من وجهاء مدينة صيدة على عليا أبيض من حيفا وقرروا يتجوزوا ولكن عليا حطت شرط للقبول بالزواج اللي علاقة بهندسة البيت شرط كان إنه البيحة الوسطية اللي كانت مفتوحة قبل ينحط لها سقف أرميد ليش؟ عليا ما كن بدأ إنه بالشتة تمزل الماي عقلب البيت بس كمان هيد الفترة اللي فيها تبدل بنمط الهندسة تبع البيوت لبيروت وصيدة وطرابلوس ظهور النمط اللي بنسميه البيت اللبناني اللي عنده سقف الأرميد تعكس هالقصة قصة غرام كمان تبدلات الهندسية لقدت لظهور هيدا النمط ولتحول الأرميد لعنصر أساسي البيت اللبناني هالمعلم لهو قصر صاصي وخان صاصي بيخبر هيد القصة وبخبر كمان جوانب كتير مهمة من تاريخ مدينة صيدة ونصحكم نظروه على اسمي شارل حايك تابعوني على هيريتج أرود اشتركوا في القناة